بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم تلاميذ سنة الرابعة متوسط على قناة جنة العلوم لمراجعة مقطع التغذية عند الإنسان إذن نبدأ أولا تحولات الأغذية خلال الهضم هذه المراجعة تحذيرا لامتحان الفصل الأول إن شاء الله إذن تعريفه يعني تعريف الهضم ما هو الهضم؟ الهضم هو مجموعة التحولات التي تطرأ على الأغذية يعني الغذاء المعقد عندما يدخل إلى جسمك إلى جهازك الهضمي لن يبقى كما هو بل يحدث له تحول وتغير إذن الهدف هو تبسيطه وتفكيكه إلى جزئات صغيرة يمكن لجسم الإنسان أن يمتصها ويستعملها لأنه لا يستطيع أن يستعمل جزئات الضخمة العملاقة ولا يستطيع أن يقوم بامتصاصها أصلا إذن هو مجموعة التحولات التي تطرأ على الأغذية في الأنبوب الهضمي لتتحول من صورة جزئات المعقدة إلى جزئات البسيطة معقدة الضخمة البسيطة الصغيرة سهلة الامتصاص ومن ثم الاستعمال من طرف خلايا الجسم إذن هذا فيما يخص تعريف بسيط للهضم ثانيا أنواع الهضم منالك نوعين الهضم الآلي أو ما يسمى بالهضم الميكانيكي والنوع الثاني هو الهضم الكيميائي نروح أولا للهضم الآلي والميكانيكي من خلاله يتم تفكيك الغذاء عن طريق الحركة كيف تتم هذه الحركة؟ تتم في مختلف المحطات يعني هذا الهضم الآلي الميكانيكي يتم في ثلاث محطات للهضم وهي أولا الفم ثانيا المعدة وثالثا الأمعاء الدقيقة إذن وش هو؟ مجموعة التحولات يعني التغيرات التي تطرأ على الخصائص الفيزيائية يعني الشكل تاع الغذاء رايح يتفكك كالمظهر فيتغير المظهر مثلا قطعة الخبز أن أقولها تكون كبيرة لقمة الخبز كبيرة في الفم مثلا تحطم عن طريق الأسنان وتفكك ويلوكها اللسان ويقلبها اللسان وتبلل باللعاب فيتغير شكلها ويتغير حتى لونها إذن تغيرات التي تطرأ على الخصائص الفيزيائية كالمظهر واللون دون تغير في طبيعة المادة الكيميائية مش معناها؟ معناها قطعة الخبز أو لقمة الخبز التي تناولتها يعني هي نشاء تبقى نشاء فقط المظهر يتغير من قطعة كبيرة إلى قطعة صغيرة ويتغير الشكل يعني تبقى نفسها طبيعة المادة الكيميائية ويعتمد على الضغط مثلا عن طريق الأسنان وحركة الأسنان ومثلا الروح للهضم الآلي الميكانيكي في المعدة حركة جدران المعدة فهي تتحرك أعطيكم مثال يعني بتذكر بأن جدران المعدة تتحرك أثناء الجوع مثلا تسمعون قرقرة المعدة إذن هذا يبين أن جدران المعدة يتحرك في حركة دائمة وكذلك المعدة الدقيق في حركة دائمة تشبه حركته حركة دودية يعني مثلما تتحرك دود الأمهاء في حركة دائمة وهذه الحركة تقوم كذلك بالهضم الميكانيكي إذن هضم الآلي الميكانيكي تبقى المادة الكيميائية نفسها إذا كانت بروتين تبقى بروتين إذا كانت نشاء تبقى نشاء وإذا كانت دوسم تبقى دوسم فقط الشكل الغذاء يتغير وروح الهضم الكيميائي هنا تتغير طبيعة المادة الكيميائية هناك طبيعة الحالة ستدخل إنزيمات الخاصة بكل محطة هي التحولات التي تطرأ على الأغذية من صورة جزيئات معقدة مثلا نشاء إلى جزيئات بسيطة مثلا في الفم سكر ثنائي بسيط يعني نشاء يتحول من سكر معقد إلى سكر ثنائي بسيط اللي هو سكر المالتوز أو ما يعرف كذلك بسكر الشعير لأنه موجود في الشعير فتظهر مادة جديدة بتأثير إنزيمات هاضمة يعني في الهضم الكيميائي هنا تتدخل إنزيمات الهاضمة أما كيميائي عن طريق الحاركة والطاحن بالأسنان إلى غير ذلك وحرك الجدران المعدة والأمعاء الدقيقة رحوا الآن نقطة موالية محطة الهضم الثلاثة لازم تعرف بليكين ثلاث محطات للهضم فم المعدة المعي الدقيق نجيش تقول للمعي الغريض أو جزء آخر الفم الفم نشوف يعني الفرق بين هذه المحطات محطات الهضم الثلاث نروحوا أولا للفم وسط معتدل أو متعادل يعني موش حامضي مدة بقاء الأغذية دقيقتين أقصى المعدة وسط حامضي حمضة المعدة من لا يعرف ذلك يعني تبقى من ثلاث إلى أربع ساعات على حسن نوعية الغذاء وعلى حسن تفكيكه والمعي الدقيق وسط قاعد مدة بقاء الأغذية من سبع ساعات إلى عشر ساعات روحوا لما يعرف به الكيموس الكيموس أو الكيموس والكيلوس الكيموس هو ناتج هضم الأغذية على مستوى المعدة يعني الغذاء رانا كين تناولوه يهضم جزئيا على مستوى الفم ثم يروح المعدة يختلط بتلك العصارة المعدية هنا تلك الهاجينة يعني موش سائل سائل وموش صلب يعني يكون بشكل الهاجينة هذا كنسمه الكيموس يعني يكون فيه مواد مهضومة جزئيا ومواد معقدة وش فيه يتكون منه النشاء المتبقي الذي يعني هضم على مستوى الفم كان جزء منه تبقى مش مهضم كذلك المالطوز اللي جام الفم لأنه النشاء في الفم يتحول إلى مالطوز سلاسل بيبتيدية لأنه في المعدة البروتين يتحول إلى متعدد بيبتيد في سلاسل بيبتيدية يعني بروتين جزئيا 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 أصغر مش بسيطة كليا يعني تفكيك جزئيا فقط البروتين في بروتينات لماذا الماء النهضمتش متفكتش الماء والأملاح المعدنية يعني والفيتامينات هذه مواد بسيطة أصلا تدخل إلى جسم الإنسان بسيطة وتبقى بسيطة مش راح تفكك وألياف غذائية كذلك بالنسبة للألياف الغذائية مثل ألياف سيليلوز ما كاش في جهاز الإنسان أنزيم يفكك ألياف سيليلوز فتبقى على حالها منذ أن تدخل إلى الجهاز الهضمي حتى تخرج عبر الفضلات يعني ما يستفد منها الإنسان كمدة غذائية مباشرة لكن يستفد منها بطريقة غير مباشرة مثلا تساعد في عملية الهضم مثلا وكذلك ممكن قل أن تساعد في التخلص من الإمساك يعني التخلص من الفضلات مراحل الهضم مراحل الهضم نروح أولاً للفم هضم آلي عن طريق الأسنان تقليب اللسان وكذلك عضلات موجودة على مستوى الفم دورها المذغ في المعدة تقلصت عضلات جدع المعدة دورها هو سحق الأغذية والمعي الدقيق حركة دودية كما قلنا دورها هو مسج الأغذية وتمررها بالنسبة للفم بالنسبة للفم يعني هنا تحدثنا على الهضم الآلية ونجو هنا نتحثوا على الهضم الكيميائي في كل محطة بالنسبة للفم الهضم الكيميائي كان أنزيم واحد فقط نذكرهم ليحم ليح بما تصالتكم شو الأمور كان أنزيم واحد فقط على مستوى الفم اللي يقوم بهضم غذاء واحد فقط اللي هو النشاء أيضا وش هو هذا الأنزيم؟ هو أنزيم الآميلاز أو الآميلاز اللعابي أو ما يعرف كذلك باللعابين يحول النشاء إلى مالتوز اللي هو سكر شعير سكر ثنائي فيه وحدتين من الغلوكوز فما على مستوى المعدة لهضم الكيميائي كان أنزيم واحد وهو أنزيم البروتياز يقوم بتفكيك البروتيين إلى متعدد بيبتيد إذن على مستوى الفم يهضم فقط الأميلاز على مستوى المعدة يهضم فقط البروتياز عفوا على مستوى الفم يهضم فقط النشاء بوسط الأميلاز وعلى مستوى المعدة يهضم فقط البروتيين عن طريق البروتياز بالنسبة للمعدة دقيق في عدة أنزيمات يقوم بهضم عدة أغذية سواء كانت معقدة أو مفككة جزئيا هنا تهضم كل الأغذية المعقدة البروتينات والرولوسيدات لهي النفس السكرية والليبيدات إذا كانت معقدة وإذا كانت مهضمة جزئيا كلها راح تفكك في النهاية البروتينات إلى أحمض آمينية كذلك متعدد بيبتيد راح تفكك إلى أحمض آمينية بالنسبة للغلوسيدات فكك إلى غلوكوز حتى بالنسبة لسكر الشعير الثنائي اللي هو غلوسيد كذلك اللي هو سكر بسيط عفوا سكر بسيط نعم تحول إلى غلوكوز وبالنسبة الليبيدات اللي هي الدهون تحول إلى أحمض داسيمة وغلسيرول إذا في نهاية المطاف هذه المواد الناتجة عن الأغذية المعقدة إذن نجو نشوفوا نواتج الهضم النهائية هذه نطرح لها بساف أسئلة نجد أن تعرفوها هذه هي النواتج البسيطة النهائية اللي راح تتجمعناه في المعي الدقيق غلوكوز ناتجه الهضم السكريات أحمض آمينية ناتجه الهضم أحمض داسيمة وغلسيرول ناتجه الهضم أو ما يربي الدهون أو الليبيدات وكذلك الماء والأملاح المعدنية والفيطامينات قلنا هذه المواد أصلاً لا تهضم لأنها بسيطة يعني ما يحتاج الجسم بشيف ككاء إنما يستعملها مباشرة مثلاً عندما نشرب الماء هذا الماء مباشرة يتجه نحو يعني يمر بسرعة عبر الأنبوب الهضم يمر إلى المعي الدقيق ليحدث امتصاصه بسرعة فيستفيد منه جسم الإنسان مباشرة شي كما الأغذية المعقدة تدي فترة زمانية لا بأس بها إذن هنا نجو نشوفوا مصطلح قبل قليل اللي شفناه مصطلح الكيموس الكيموس عفوا نجو وشوفوا مصطلح آخر اللي هو مصطلح الكيموس وش هو الكيموس؟ هو هذا العناصر الغذائية جاية في سائل في الأمهاء الدقيقة اسمه الكيموس الكيموس عفوا هو عاجينة أما الكيلوس فهو عبارة عن سائل إذن هو ناتج هضم الأغذية على مستوى المعي الدقيق وش في هذه المغذيات بسيطة اللي هي غلوكوز أحمد آمينية أحمد داسيما غليسيرول أملح مدنية فيتامينات وفي حتى اليفسي للوز لكن لا يحدث إمتصاصة ومش رح يستفيد منها جسم الإنسان لأنها محقدة جزيئات سكرية غلوسية محقدة لاحظوا لا يحدث تفكيك الماء والأملح تحدثنا لهذا النقطة والفيتامينات في الأنبوب الهضمي لأنها جزيئات بسيطة قابلة الامتصاص ينتصمه مباشرة وكذلك يستعملها مباشرة أم سيليلوز فلا يهضم لعدم وجود أنزيم خاص به لكن عند الحيوان تنصبه مثلا عند البقرة عندها أنزيم سيليلوز لفكك سيليلوز وهو أنزيم سيليلاز يعني رح تستفيد منه تفكك إلى جزيئات بسيطة أما الإنسان فلا إذن بهذا أتمنى أنكم استفدتم من هذا الجزء إذا أردتم المزيد فأنتظر ذلك في التعليقات وفقكم الله في هذه الامتحانات وكذلك لشهد التعليم المتوسط لا تنسوا الصهر للدراسة والجد والكد ومع السلامة أعزائي في حصة مقبلة إن شاء الله إلى اللقاء